وينضم إلينا من عمان مرسلنا نايف المشغبة إذن نايف أيضا عمليات الإجلاء بدأت فيما يتعلق برعاية الأردنيين من السودان نتابع التفاصيل معك تفضل بالفعل القوات المسلحة الأردنية أصدرت بيان قبل قليل وقالت أن أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الملك الأردني توجهت إلى السودان اليوم لنقل 260 من أبناء الجالية الأردنية في السودان وعودتهم إلى أرض الأردن مساء اليوم بالأمس كان هناك عملية إجلاء من العاصمة الخرطوم إلى ميناء بورت سودان وحسب المعلومات التي كانت لدينا أمس أن هذه الرحلة بين المدينتين طويلة جدا تبلغ حوالي 1200 كيلومتر وكان هناك تخوف من أن أول 200 كيلومتر ابتداء من السودان هي التي تشهد مرحلة خطورة مرتفعة بعد ذلك يكون الوضع الخطر قد تلاشى شيئا فشائل لكن واضح أن الرعاية الأردنيين وصلوا إلى ميناء بورت سودان ومن ثم سيدهبون إلى المطار المتواجد في المدينة ويتم نقلهم إلى الأردن وزارة الخارجية الأردنية بالتعاون مع القوات المسلحة والمخابرات العامة وأيضا وزارة الداخلية شكلت منذ بداية أعمال العنف في السودان لجنة رفيعة المستوى لمتابعة أوضاع الأردنيين وقالت أنها تتواصل معهم وتعطيهم الإرشادات والتحذيرات ليبقوا سالمين وآمنين وطلبتهم بالابتعاد عن أماكن الاشتباكات هناك لكن أيضا هناك في السودان حوالي 450 مواطن أردني سواء كانوا طلبة أو مستثمرين أو رجال أعمال أو أشخاص أردنيين لهم أعمال هؤلاء 300 سيعودون إلى الأردن بالأمس 300 قاموا بالذهاب من الخرطوم إلى بورت سودان 260 شخص قالت بوزارة الخارجية الأردنية أنها تعي أهمية عودة المواطنين الأردنيين سلامتهم وقالت أنها أيضا تتواصل مع الأطراف الدولية الفاعلة والتي تستطيع أيضا مساعدة الأردن في عودة رعاياها مثل دولة الإمارات العربية المتحدة مثل المملكة العربية السعودية وأيضا مثل الجانب السوداني وأيضا مثل مصر كل هذه كان هناك جملة من الاتصالات تقوم بها الخارجية الأردنية والدبلوماسية الأردنية لعودة الرعايا الأردنيين مساء هذا اليوم كما قلت وقالت قوات المسلحة في بيانها سلسل 260 مواطن أردني إلى أرض الأردن مساء هذا اليوم شكرا جزيلا لك من عمان مرسلنا نايف المشاقبة شكرا للمشاهدة